السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفالي تلاميذي المستوى الأول ابتدائي إذن سنتطرق إلى مكون لاستجابة عنوان الصلاة وعماد الدين أرجوكم تلاميذي أن تأخذوا كراسة التربية الإسلامية تضعونها أمامكم لنبدأ الصفحة سيتة وستون إذن سنتطرق إلى أوقات الصلاة نحرس على أداء الصلاة ونتعرف على أن الصلاة هي عماد الدين نتعرف على أن الصلاة هي عماد الدين وسنبدأ إن شاء الله إذن أستمع وأفهم قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر سورة الإسراء الآية 78 إذن سنقوم بشرح هذه الآية الكريمة وأقول أقم الصلاة التامة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل ويدخل في هذه الصلاة الضهر والعصر والمغرب والعشاء وأقم صلاة الفجر وأطيل قراءة القرآن فيها لأن صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار إذن أقول أعزائي أن الله سبحانه وتعالى قال لنا أقيم الصلاة أقيم الصلاة من زوال الشمس إلى ظلمة الليل من زوال الشمس إلى ظلمة الليل وأن نقيم صلاة الفجر ونطيل فيها قراءة القرآن وأن نطيل فيها قراءة القرآن لأن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكته في ذلك الوقت وتنزل ملائكة الليل وملائكة النهار نعم إذن دلوك الشمس وهو من أول الزوال إلى غسق الليل إلى ظلام الليل سنتعرف على ذلك في الصورة إذن ألاحظ وأتعرف انظروا هنا هناك من يقول أنها صورة عادية لكن لاحظوا جيدا انتبهوا الصورة الأولى تعبر عن الصبح الصورة الثانية تعبر عن الضهر الصورة الثالثة تعبر عن العصر الصورة الرابعة تعبر عن المغرب الصورة الخامسة تعبر عن العشاء إذن الصبح وهو وقت الفجر إذن في هذا الوقت يكون صلاة الفجر وتكون الملائكة ملائكة الرحمن نازلة إلينا إذن وهنا وقت الظهر وسط النهار أو زوال الشمس إذن العصر وهو بعد زوال وقت الظهرة وهو العصر المغرب غروب الشمس عندما تغرب الشمس يحن آذان المغرب العشاء عندما ينتشر الظلام والله سبحانه وتعالى ذكرها في آياته وقال غسق الليل إذن شرحها إلى ظلام الليل وأنا قمت بشرح هذه الآية لكم إذن سنقوم الآن بإنجاز أصل بخط صلاة الظهر عنده هل عند دخول الليل أو وسط النهار أو زوال الشمس متى تكون صلاة الظهر؟ ماذا قلت لكم هنا؟ متى؟ وسط النهار حسن جدا تكون وسط النهار صلاة العصر؟ متى صلاة العصر؟ ماذا قلت عن العصر؟ بعد الزوال نعم أو زوال الشمس زوال الشمس جيد الصلاة عماد الدين وهي ركن من أركان الإسلام هي ركن من أركان الإسلام الإسلام؟ إذن لدينا أركى الإسلام كم من ركن؟ خمسة نعم الصلاة، الشهادتان، الحج، الزكاة، الصوم حسن جدا إذن أحباء الصغار سأعطيكم سؤالا إذن بما تصح صلاتي؟ بما تصح صلاتي؟ أصلي بدون وضوء؟ هل أصلي بدون وضوء؟ أقوم في الصباح، أذهب إلى الحمام، أغسل وجهي، ثم أتجه إلى القبلة وأقوم بالصلاة؟ لا أصلي خمس مرات في اليوم؟ أصلي مرة واحدة في اليوم؟ إذن ما هو الجواب الصحيح؟ وغيد سؤال، ما تصح به صلاتي؟ هل أصلي دون وضوء؟ أصلي خمس مرات في اليوم؟ أصلي مرة واحدة في اليوم؟ إذن ما هو الجواب الصحيح؟ هو أن أصلي خمس مرات في اليوم؟ إذن لا يصح لي أن أصلي دون وضوء، يجب علي أن أتطهر، أن أتوضأ، ثم أصلي هل أصلي مرة واحدة في اليوم؟ لا أصلي خمس مرات أمر الله سبحانه وتعالى بخمس مرات إقامة الصلاة خمس مرات صبح الضهر العصر المغرب العشاء إذن أحرص على أدائها لأنها الصلة الوحيدة التي تربطني مع الله الصلة الوحيدة التي تربطني مع الله أصل إلى الله أتصل به تصل بالله سبحانه وتعالى نعم إذن سأقوم بكتابة الملخص وأنتم دوينوه عندكم إذن كما اعتدنا نأخذ دفتر ملخصات ونكتب تاريخ نكتب الاستجابة ونكتب الصلاة عماد الدين الصلاة عماد الدين إذن نسطر على الاستجابة وعلى الصلاة عماد الدين إذن أقول الصلاة عماد الدين وهي ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام ويؤديها المسلم المسلم خمسة مرات في اليوم خمسة مرات في اليوم نعم سأقرأ الصلاة عماد الدين وهي ركن من أركان الإسلام ويؤديها المسلم خمسة مرات في اليوم نعم إذن اكتبوا الملخص في دفتر الملخصات وتابعوني في حصة لاحقة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر